السلام عليكم ورحمة الله. طبعا العديد من الاستقاب تواصل معي بيحكي لان في عنا مشكلة في الشبك اه او ضبط اللغة على النوتباد. طبعا اه انا شرحت في اكثر من فيديو من قبل اه كيف تشبك على الفايل زلة اللي بتروح على اه قناتنا على اليوتيوب اه بتبحث عن اي ان بالعربي. فايل زلة انا شبكت اه او شرحت على اكثر من درس كيف تشبك اه الفايل زلة على الماك وعا الويندوز بنصحك تشاهد اضو الدرسين عشان تشوف كيف تتحكم بشكل كامل بالا اه فايل زلة او بالنوتباد او في السبلايم. اذا اه اذا في عندك مشكلة في اعدادات اللغة هنا في نوتباد. طبعا بتلاحظوا ان احنا اعدادات اللغة دائما في النوتباد بدك تضبط اللغة الخاصة بالنوتباد. تروح على اه خيارات ال اه الارن في هنا ماك في هنا تولز في هنا ستنجز في هنا بريف رانسز. فدك تأكد ان لغة النوتباد عندك اه موجودة باللغة الانجليزية فهنا في بنحط اللغة دائما انجليزية. اه وفي بختار اللغة اه لغة انجليزية. اه تكون يعني هي الخيارات الخاصة باللغة انجليزية. ليش? لانه اه لما تكون اللغة بالعربية بكون مزعج جدا انك تتعامل باللغات البرمجة. اللغات البرمجة هي لغة انجليزية انت بتكتب في داخل لغة انجليزية بتكتب عربي وليس داخل عربي بتكتب انجليسي. فهاي اه قصة شيعة. هلأ جيت كتبت مثلا اه هنا جيت كتبت السلام عليكم. هلأ لو انت تكتب السلام عليكم جيت حكيت اوكي بده غير كلمة عليكم. مثلا اه مثلا كلمة عليكم. ورحمة الله بتلاحظ ان في عندي مشكلة. هلأ الحل لهذا المشكلة انك تجيب البارغراف اللي بتشتغل عليها مثلا هنا اه هاي البارغراف او الديف او الحاجة المشكلة عليها. ما نروح على موقع اه الانترنت مكتب اشي اسمه تيكست. فيش اسمه ماي تيكست ايريا. فيش اسمه ماي تيكست ايريا. تبحث عنه عن طريق الانترنت. وبعدين بفتح ذاكي يا ماي تيكست ايريا دوت كوم. بتفتح الماي تيكست ايريا دوت كوم بتعمل لسك هنا. للكود اللي اللي انت كتبته. بعدين اه بتيجي بتحدد التكست اللي انت بدك تشتغل عليه. بتحكي مثلا هنا السلام عليكم ورحمة الله مثلا. وبتنسخ الحاجة اللي بدك اياه. بعدين بتضبطها وين هنا في داخل البارغراف فبتطلع مزبوطة عندك. لانو احيان بدك تقيم كلمة وتعدى على كلمة ممكن يصيبك شوية مشاكل. فهذا هو الحال لاي المشكلة. لما تعمل سيف بتكون رابط الفايل زلة على السيرفر. طبعا بتصل بكل شيء بكون تمام. هلا عندك هنا بنسبة لطريقة الشبك على السيرفر. اه دائما بدك تأكد انك اذا بتستخدم الا ايكو بوستنج اه اللي شرحينا احنا في الدورة. بدك تحاول تشبك على اف تي بي. اف تي بي. دوت ستاك سي بي دوت كوم. تمام? اف تي بي ستاك سي بي دوت كوم. وتحط اليوزر نيم والباسورد اللي موجود عندك. ايضا بدك تتاكد من شغله. اه انه لما انت تصل على السيرفر. تكون الاعدادات صحيحة عندك. وايضا تكون رابط الموقع ب. اه النوت باد. فاو في السبلايم او في البرنامج اللي عندك. في عنا هنا ايش اسمه تحرير. في هنا ايش اسمه اعدادات. بدك تروح الاعدادات الخاصة بالمحرر عندك في الموقع. الخاص بالفايل زلة في هاي الحالة. وبدك تضبط الاعدادات الخاصة بالمحرر. ففي عندنا هنا اعدادات اه خاصة بالمحرر. تحرير الملفات. في هنا محرر افتراضي. باختار هنا في المحرر اختفاض اه افتراضي المحرر الموجود عندي. سواء كان او اه 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 سبلايم او اي محرر اخر. فبدخل هنا في عندي هنا نوت باد. ببحث عن اه المكان اللي انا كنت بتنزيل فيه نوت باد. بلا كيش مثلا في برغم فاز ممكن هكي في داخل ملفات البرامج اه اه ثمائة وستين. ندخل هنا نوت باد. اه بختار النوت باد. بختار الملف الموجود هنا. اعطانا النوت باد. الباث اللي موجود هنا بنسخو. الباث بنسخو بعمله يعني بالتحديد لكل نسخ. بعدين بروح على اشراكات نوع الملف. هلا هنا في الاشراكات باجي بحدد انواع الملفات. مثلا نوع الملف اللي من نوع html بديك تفتح ليه في النوت باد. الملف اللي نوعه css ايضا بدي اعمل space بدي تفتح ليه في النوت باد. الملف اللي نوعه آآ javascript بدي تفتح ليه في النوت باد. ملف اللي نوعه نفتحه في النوت باد. الملف اللي نوع تي اكس تي برضو بدي افتحه في النوت باد. فهاي يكون الملفات اللي بعملها ارتبطات في هذا الشكل. طبعا بتلاحظ ان لغة الفائز اللي جاي باللغة العربية بتشوف كي في اعاقة. في اعاقة اه مع احترام اللغة العربية. اللغة قوية جدا لغة القرآن الكريم. لكن الاعاقة هنا في البرنامج وليس في اللغة العربية. فاحنا بنعمل هنا نسخ. بعدين بروح على الموقع اللي بعمل لسك. بتلاحظ انه في احتمل. بعدين في سبايس. بعدين هنا البروغرام فائز. النوت باد. نفس الشي بنسبة السي اس اس. نفس الشي بنسبة. نفس الشي. نفس الشي. نفس الشي بنسبة البي اتش في والتي اكس تي. فجميع حالي بزبطها في الاعدادات. وبعمل حسنا. الان شو اللي بصير. اي ملف بتفتحه عندك سواء كان على الدسكتوب. كان بامتداد احتمل او سي اس اس او جاوا سكريبت. راح يصير اه يفتح طبعا باستخدام النوت باد او باستخدام النوت باد بلس بلس الموجود عندنا. فهي طريقة اعداد. وضبط النوت باد او الفايز اللي اذا انت حابب تغير لغة الفايز اللي لغة العربية. ما في مشكلة بتروح على الاعدادات. او اللغة الانجليزية بتروح على الاعدادات. ومن الاعدادات في عندنا هنا خيار اللغة. ومن اللغة في عندنا اه لغة النظام. طبعا هو النظام عندي بالعربي جاي الفايز اللي بالعربي وفضل يكون بالانجليزي معلش اه حولوا انجليزي عشان تتعود على اللغة الانجليزية اثناء العمل. طبعا بتعمل موافق بعدين بدك تسكر الفايل زلة وترد تفتحه كمان مرة. هاي ببحث او بكتب عن كلمة فايل زلة. نشوف الملفات جميع التطبيقات. لكي ايو فايل زلة. بشغله. طبعا الان الموقع او الفايل زلة يشتغل باللغة الانجليزية ويفضل يكون باللغة الانجليزية. جميع البرامج الخاصة في البرمجة يفضل انها تكون اللغة الافترضية خاصة فيها في اللغة الانجليزية. تمام? فهاي هي بشكل عام فيديو اه شامل وكامل كيف تضبط اعدادات النوت باد اه بشكل شامل وكامل. الكلام معكم محمد ناصر من ايام بالعربي myweb.ps وشاركة greenbackend حلو الشاملة.